في انتظار أن يأتيهم الحظ بعد أن ساء حالهم أكثر مما كان عليه قبيل الحرب يجلسون على قارعة الطريق كغيرهم من الآلاف منتظرين القادم البعيد علّه يوفر لهم فرصة عمل ولو ليوم واحد هنا قد تجد منهم من لا يزال يدرس وآخر يحمل شهادات عليا ولكن ظروف هذه المرحلة ألقت بظلالها الثقيلة عليهم فبعد أن أغلقت العديد من الشركات والمصانع أبوابها لم يعد أمامهم غير انتظار أن تمر ساعات الزمن التي ضاقت بهم هي الأخرى يقول خبراء اقتصاديون أن تكلفة الحرب والانقلاب لا تشمل دمار المباني والبنية التحتية فحسب بل إن الآثار المدمرة تتمثل في تزايد نسبة البطالة غير المسبوقة أيضا فواحدة من كل أربع شركات أغلقت في البلاد بينما تدهورت القوة الشرائية خاصة للأسر متوسطة الداخل ومن بعدها الفقيرة وبحسب الاتحاد العام لعمال اليمن فهناك نحو ثلاثة ملائين شخص فقدوا أعمالهم في إحصائية غير نهائية لزيادة معدلات البطالة وخلال وقت سابق من العام الجاري قال البنك الدولي إن البطالة بين صفوف الشباب في اليمن ارتفعت إلى 60% مع ارتفاع معدلات الفقر إلى 54% يوما بعد يوم تمر ساعات هذه الحرب وتزداد تكلفتها على المدنيين ولأنهم وحدهم من يدفعون ثمنها من أيسادهم ومستقبلهم فإن مسألة انتظار ساعة انتهائها تظل بمثابة حلمهم الوحيد